موسيقى أهلاً و سهلاً بكم في حلقة جديدة و معلومات متكددة من برنامجكم علاجك طبيعي في بداية الحلقة حابب أهني كل الزملاء و كل الدكاترة و كل العاملين في مجال العلاج الطبيعي كل سنة طيبين النهاردة 8 سبتمبر ليوم العلامة لعلاج الطبيعي يا رب دايماً ينفع بيكم و يصلح ما بين إيديكم و زي ما احنا قلنا في أول حلقة اتكلمنا فيها عن مجالات العلاج الطبيعي المختلفة و قلنا العلاج الطبيعي فيه أقسام كتيرة جداً و مجالات كتيرة قوي بنسلط الضوء النهاردة على مجالين فيهم لمسة إنسانية كبيرة جداً هو مجال تأهيل الأطفال اللي بشوية صبره و مجهوده و مصابرة بيحول كل ما احنا بيحولها بفضل ربنا إلى منحة و جايزة و بيحول حياة الأطفال 180 درجة و أسرهم في مجال تاني مهمة أوي مجال الإصابات الرياضية و إصابات الملاعب اللي بيغير برضو بلمسة إنسانية بيغير حياة الشخص الرياضي ده بعد الإصابة اللي ممكن تكون هتغير حياته لأن معظم اللعيبة دلوقتي أو الراضيين بيكون الرياضة بالنسبة لهم فيها طموح و فيها أحلام لكن برضو هو مصدر رزق و بيبني أحلام كلها و أسر كبيرة كلها توجهها دلوقتي المجال الرياضي فبييجي دكتور العلاج الطبيعي سواء في مرحلة الإصابة أو قبلها أو بعدها بيقدر بعد فضل ربنا برضو بتعبه إنه هو يكون سبورته دعم للشخص ده و بيحول حياته 180 درجة فما بالكم وما بيكون معنا حد عنده خبرة كبيرة في المجالين دول و بيحول حياة أشخاص بفضل ربنا بمجهوده و تعبه و خبرته و علمه لأشخاص و سعادة و يرسم البسمة دكتورنا النهاردة عنده خبرة كبيرة في المجالين و أنا مقصود جدا أنه هو ضيف النهاردة بيشرفني و نورني و بعزه جدا على المستوى الشخصي و المستوى المهني دكتور طاهر هادي أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى الهرم و مدير مراكز أمان للعلاج الطبيعي أهلا و سعلا دكتور هادي أهلا و سعلا دكتور عادل أحب هنيك الأول على البرنامج المتميز برنامج علاجك طبيعي و موسم أول ولكنه موسم ناجح إن شاء الله بإذن الله أهلا و سعلا دكتور طاهر على مستوى الدول و المؤسسات كلها بتتجه دلوقتي اقتصاديا و زي ما احنا شوفنا للمجال الرياضي بيطوروا فيه بشدة أسر كاملة دلوقتي بتزرع الطموح و حلم أولادها إنها تتجه للمجال الرياضي بيسيبوا ممكن بيوتهم و حياتهم و بيسافروا بلاد و بتفرغوا كاملا عشان يحطوا ابنهم و يزرعوا فيه الأمل و الطموح في المجال ده لكن طبعا بيجي شبح كده بيخرج في بعض الأوقات و شبح الإصابات الرياضية على مدار الوقت و تطور الطب الرياضي كان ليه حاجات كلاسيكية قديمة جدا و دلوقتي فيه حاجات حديثة جدا لكن الشبح ده مازال بيهدد و بيرسم خطورة لكل الناس الصاعدة أو الوعيدة في المجال الرياضي فبداية حلقتنا النهاردة حابب أن تعرفنا كده شوية عن الإصابات الرياضية و أكتر الإصابات أو المشاكل عموما اللي ممكن نشوفها في الرياضات المختلفة طبعا زي معياتك عارفة دكتور عادل أن احنا عندنا في الإصابات الرياضية المختلفة مش بس ساعات بتيجي للرياضيين لأ يا ساعات بتسيب أشخاص عاديين بتشمل إصابات كتيرة طبعا ولكن هنتكلم عن أشهر الإصابات الرياضية الموجودة عندنا دلوقتي زي التواء الكاحل زي الرباط الصليب الأمامي زي المشاكل العضلية المختلفة عن طريق أو زي الشد العضلي أو التمزق العضلي فده كلها إصابات موجودة دلوقتي ولكن بتبقى خالق من الرياضة للتانية أو من شخص للتاني ولكن هي من أكتر الإصابات اللي موجودة في المجال الرياضي دلوقتي تمام يعني في كلمة كده بسيطة تقالت في وسط الإصابات وإحنا طبعا دايما بنسمع عن الإصابات وخطورتها سواء على مستوى المفاصل أو الأربطة ويقولك الرباط الصليبي وتمزق في أوطار مثلا الكتف أو 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 بنسمع إصابات تكاد تكون عنيفة لكن حضرتك بس سطلنا أكتر الإصابات شيوعا هي المشاكل العضلية فيعني أي كلمة مشاكل العضلية برضو عشان المشاهدين يكونوا معانا يعني أي كلمة مشاكل العضلية بالضبط إحنا عندنا في المشاكل العضلية دلوقتي أن مثلا عندنا شد عضلي أو تمزق عضلي أو إجهاد عضلي ده كله بيندارك تحت الإصابات العضلية المختلفة وده مش بيتوقف على رياضة معينة ولكن بيتوقف على نوع الإصابة في العضلة نفسها حصل لها إجهاد أو حصل لها شد عضلي أو حصل لها تمزق عضلي فكل الحاجات دي بتنترك تحت عنوان الإصابات العضلية تمام كويس جدا طب الشد العضل اللي حضرتك تكلمت عنه أنا كمتلقي أو مستمع أول ما أسمع إن فيه شد عضلي الشد العضلي ده أصلا بيحصل لكل الناس ممكن أصلا الناس بتمارس حياتها بصفة يومية مش شرط يكون رياضي وبيحصل له شد عضلي ما فيش فيه مشكلة عن عدد غلط أو عن أي أسباب تانية لكن أول ما بسمع مثلا أن فيه بيحصل شد عضلي وشخص رياضي وبيمارس رياضة فدي اللي ممكن تكون غريبة شوية فإيه هي الأسباب اللي ممكن تقدي للشخص ده أنه يحصل له مثلا شد عضلي أو كده والله دكتور عادل زي محادتك عارف لو هو في الشد العضلي إحنا عندنا الشد العضلي يعني نعرفه للناس الأول عبارة عن إيه هو عن طريق إنه هو بيحصل في العضلة كونتراكشن أو انكباض لفترة تمكن إنه هو الإصابة إنه هو الرياضي ما يقدرش يقف لو هو بواقف ما يقدرش يكمل جري أو هو بيجري فيبتدي يحصل له شد عضلي عن طريق مثلا إنه أنا أقدر في الإصابة العضلية لو هي شد عضلي لو أنا عايز أعمله ستريتش أو إطالة بسيطة جدا فالشد العضلي ده بيروح لو هو شد عضلي تمام ما يزيدش عن 30 ثانية لو أنا هعمله ستريتش أو هعمله إطالة لو هو وصل لحد هنا ووقفت الإصابة لحد هنا ده كده شد عضلي أما لو هنتكلم عن التمزق العضلي فده موضوع تاني غير الشد العضلي خالص تمام يعني التمزق مختلف عن الشد بالضبط هو الاثنين مندرجين تحت المشاكل العضلية سواء تمزق أو شد وبنسمع دايما في حتة التمزق العضلة دي إن اللعيب ممكن اللعيب الفلاني جاء له تمزق عضلي وممكن قدامه أسبوع ويرجع التاني جاء له تمزق وقدامه ستة شهور ويرجع فالأمر هنا نسبي كمان بنلاقي إن يمكن دكتور طاهر أكتر من 14% من الأصابات الرياضية جاية عن التمزقات العضلية فهل تمزق ده هو إحساس بألم وخلاص لأن اللعيب في الملعب بيحس بألم أو إجهاد أو خلاص مش قادر يكمل مثلا المباراة وبعد كده بيخرج بتشخص أنه تمزق عضلي فهنا لازم يبقى يعني فيه فرق بين الشد العضلي والتمزق العضلي إيه هو الفرق بينهم الاتنين وإيه كيفية التعامل معهم برضو على حد سواء فيه عندنا دكتور عدل زي ما أنت عارف التمزق العضلي زي ما قلنا بيختلف عن الشد العضلي التمزق العضلي هو أصابة حصلت للألياف العضلية تكاد تكون أطعب بعض الألياف العضلية والأطع ده من حدد على أساسه درجة التمزق العضلي غالبا هي ثلاث درجات تمزق عضلي درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة يعتمد على كمية الألياف اللي حصل فيها الأطع تمام عندنا زي ما قلنا ثلاث أنواع ده بيختلف اختلاف كل عن الشد العضلي الشد العضلي هو ما هو إلا نتيجة إجهاد نتيجة تجمع اللاكتك أسد زي ما حددك عارف على العضلة فده بيسبب إحساس بتعب إحساس بمشكلة مش قادر يكمل لكن الشد العضلي ثلاثين ثانية إطالة خلاص الموضوع انتهى مع بعض الليسبريهي مع بعض الكريمات المسكنات وهكذا الموضوع بيختفي أما التمزق العضلي ده احنا بنشتغل فيه عن طريق مش بس علاق طبيعي لا عن طريق أن فيه جهاز طبي كامل عن طريق فيه علاق طبيعي فيه أخصائي تأهيل فيه أخصائي أحمال وهكذا وبيتم التعامل مع التمزق العضلي على حسب التمزق الحاصل هل هو درجة أولى هل هو درجة تانية هل هو درجة تالتة وهكذا تمام دكتور طاهر الإحساس بالألم برضو والشد والتمزق يعني دايما فيه مشهد كده احنا بنشوفه في الملعب يعني إزاي نفرق بينهم وبين بعض لأن معظم الناس بتاخد الاثنين في اتجاه واحد فالتعامل برضو مع الاثنين يعني بيكون بطريقة حساسة شوية بالضبط يا دكتور عديل يعني ده سؤال شوية من متخصص زي ما حياتك بتقول كده الفرق بين الشد العضلي والتمزق العضلي إن الشد العضلي بمجرد ما عمله الإطالة أو اللي ستريتش تلاتين ثانية بس الموضوع خلاص خلص تمام ولكن في الشد العضلي في نقطة مهمة جدا إذا تكرر الشد العضلي بعد أول مرة دي فيفضل إن أنا أريح أريح اللي عيد آه بالضبط ده الشد العضلي بالنسبة للتمزق العضلي لا يختلف بيدخل معانا في سكة اللي هو حصل أطعف ألياف عضلية لو أنا جيت عملت له الإطالة اللي أنا بعملها عشان إحنا بنلاحظ إن ممكن حد يقع مثلا في ملعب أين كان نجري نعمله الإطالة الخاصة بال ده ماشي هاد متكرر طبعا بالضبط 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 عن طريق ده كاترة عن طريق أخصائيين متمازيزين ولكن عندنا نقطة دلوقتي أحنا ممكن دلوقتي فيه في الفحص السريري أو في الإجزامينيشن أو في البلبيشن لو عندنا نفترض الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو التمزق العضلي إحنا نقدر نعمل بلبيشن نقدر نشوف التورم اللي سويلينج اللي موجود أقدر أحط إيدي أشوف الجاب اللي في المصر نفسه الفابوة العضلية لو تمزق شديد بتبان طبعا بخبرة الدكتور بتفرق بالضبط خبرة الدكتور والفريق ككل والتيمورك اللي موجود يقدر يتعاون أن هو يقدر يحدد الإصابة فيه عندنا باب تاني أو موضوع تاني لتشخيص وتحديد الإصابة زي الرانين المغناطيسي اللي هو الـ MRI أو الصنار ده برضو بيقدر يحدد لنا نسبة الإصابة وطرق كلها حديثة وأقدر أننا نحدد الإصابة العضلية اللي موجودة كويس جدا ولكن في نقطة بقى مهمة يعني بين فرانين المغناطيسي بنعتمد عليه في البداية تمام لتحديد الإصابة أو لتحديد التمزق العضلي ولكن عشان أن أنا أعمل فولو أب للإصابة العضلية دي محتاج أن أنا بعد كده أشتغل بالصنار أكتر أو أحددها بالصنار أكتر عن طريق برضو الطبيبة عن طريق الفريق اللي موجود والتيمورك اللي موجود لأن لأ أن الإصابة بتفضل موجودة في الرانين المغناطيسي يا دكتور عادل لفترة طويلة فأنا كده ممكن أن أنا أفضل أشتغل على سن الإصابة موجودة في الرانين ولكن بيحتاج في الفولو أب يفضل الصنار كويس جدا أنا بنعتمد على الأجهزة الحديثة زي ما حضرتك قلت والصنار وخبرة الدكتور بتفرق وأن إحنا بنتعاون مع بعض كلنا كتيمورك يعني كويس جدا يا دكتور طاهر الإصابة دايما بتمثل عند الناس زي ما أنا قلت في بداية الكلام شبح شبح الإصابة لكن إحنا دايما بنسمع عن بعض اللعيبة بتكون عليها لود كبير جدا وحمل كبير وأمل كبير من الناس وفجأة كل شوية الإصابة دي بتتكرر إيه شبح تكرار الإصابة دا يعني إيه اللي بيخلي أن الإصابة أو تكرار الإصابة دا يحصل كل شوية وبرضو يعني إيه أسبابه من وجهة نظر حضرتك الله يا دكتور عادل دا سؤال برضو مهم يعني من حد حاسس تقريبا بالمشاكل اللي بيوجهها الناس دي شبح الإصابة مش بس بيواجه اللعيب نفسه لا بيواجه الإدارة نفسها بيواجه الفريق ككل بيأثر على نفسية اللعب نفسه بيأثر على مستقبله اللي هو هيقدر يرجع تاني هيقدر الإصابة تتكرر معه فتمنعه من المشاركة تمنعه من تحقيق حاجة هو عايز يعملها أو يحققها فتكرار الإصابة دا له عدة أسباب من الأسباب الأساسية فيه هنقول بعض الأسباب وطبعا مش كلها الإجهاد العضلي الإجهاد العضلي زي ما تكلمنا عنه إنه ممكن يكون الإجهاد العضلي دا بسبب تحميل زيادة على العضلة بسبب إنه ما فيش إمبالنس بين المصل أو عدم اتزان بين العضلات بين جروب العضلات الأمامي بين جروب العضلات الخلفي أو بنسميها زي ما حياتك عارف أجونست أنتاجونست لو ما فيش بالنس بين العضلات دي فيبتدي إنه يبقى فيه إجهاد عضلي هو طول الوقت بيحمل على وان جروب من المصل أو نوع معين من العضلات بيحمل عليها طول الوقت فطبيعي إنها يحصل لها استيرين على الأقل يحصل لها كرام فيحس بحاجة مش مظبوطة دي من الأسباب تكرار الإصابات إنه هو فيه إمبالنس بتوين المصل دي عدم توازن في الكوة العضلية بيهتمل جزء أكتر من جزء فبالتالي بيحصل تكرار الإصابة بالضبط نقطة مهمة تانية قد لا تكون في زهن الكثير يعني اللي هو الإجهاد العصبي يعني التنشن التوتر للسترس يقدر يعمل إصابة يعمل إصابة عضلية ويعمل مصل كرام ويعمل مصل استيرين ممكن من الدرجة الأولى كمان ولكن عن طريق إيه هو لو فيه ضغط عصبي أو فيه ضغط على الرياضي أو على اللاعب أو على كده يبتدي إنه هو يحصل له فيرينج في النيرفز النيرفز طبعا أو العصاب طبعتها بتغزي العضلات فيبتدي يعمل في المصل فيرينج فيبتدي يحصل لها برضو إجهاد ونرجع تاني للنقطة اللي هو حصل مصل إجهاد أو العضل إجهاد فيبتدي يحصل لها كرام ده نقطة مهمة جدا وخصوصا أن معظم الناس محتوطة أصلا تحت ضغط سواء إداريا أو من الجمهور أو اللاعب نفسه نفسه يحصل لحاجة تانية فطول الضغط العصبي ده ممكن يوصل موضوع لإصابة وتكرار الإصابة تانية بالضبط ده من ضمن تكرار الإصابات الإجهاد العصبي والإجهاد العضلي كمان الإجهاد دكتور طاهر حضرتك ذكرته في أكتر من حاجة ودايما بيبقى فيه تحدي الأجهزة أو تحدي سرعة الرجوع للملعب دايما إحنا مضغوطين لازم اللعيب هيرجع إمتى الصحافة بتضغط الجمهور بيضغط لو حد طبعا بروفيشنال أو إحنا حطين عليه أمال كبيرة فتحدي الرجوع للملعب مهم جدا وده بيتطلب والتزم من اللاعب أو من الرياضي تنفيذ البرنامج سواء جلسات التشفاء أو برنامج من حضراتكه طبعا بتحطوه في المجال الرياضي عشان يبقى يرجع الملعب بسرعة يعني فيه نصيح مهمة حضرتك تحب توجهها مثلا للرياضيين في النقطة دي إحنا عندنا دكتور عادل في النقطة دي حاجة مهمة زي ما بنقول كده الاستعجال في البرنامج أو سرعة الرجوع اللاعب للتمرين أو للملعب ممكن يترتب عليه تكرار الإصابة يعني عن طريق أنه ما خدش الريكوفر بتاعته كاملة ما خدش البروجرام بتاع التأهيل أو العلاج بتاعه كامل تبتدي الإصابة ترجع تاني وبتدي نرجع لسيناريو تكرار الإصابات عن طريق أننا مثلا ممكن أننا حاول أخذ الأول برنامج بتاعي كامل في النهاية على إيد الفريق أو التيم اللي موجود أطباء عليك طبيعي أخصائي تأهيل أخصائي أحمال وهكذا نبتدي أوصل لنهاية البرنامج برضو عن طريق الصنارة قدر أحدد الإصابة وصلت لإلى وبنتكلم في الإصابة العضلية برضو عندي قياسات حديثة زي الأيزو كينيتك أقدر أن أنا من خلال أحدد هل اللاعب يقدر يرجع دلوقتي ولا أقدر من خلال كده أعمل سيف تريتير نتو بلاي حلو جدا حلو جدا من أهم الحاجات اللي حضرتك ذكرتها الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الكياسات الأيزو كينيتك مهم جدا وبيساعد كمان تي ام جي حاجات طبعا حديثة وبالناس دلوقتي بنستخدمها قبل مشارط ساعة الإصابة يعني أعتقد من قبل المواسم كمان بيعمله حاجات زي كده طب دكتور طهر في نقطة طبعا بما أننا تكلمنا عن في بداية كلامنا عن الشد والتمزق العضلي وقلنا كل حاجة دلوقتي في الملعب بيجري ويعمل له إطالة ويستريتشه ويطول العضلة وفاكر أنه كده بيخفف الموضوع عليه أو بيخفف الحمل عليه يعني فهل الإطالات دي هي أنواع مثلا أو كده يعني لها أنواع معينة أو بتتعمل في وقت معين الإطالة دي هل هي في التأهيل ولا في الريكوفري قبل التمرين بعد التمرين المباراة والتدريب يعني بنعملها إمتى الإطالات وأنواعها بالضبط ده برضو سؤال كويس جدا أنه إحنا إمتى أعمل إطالات إيه هي أنواع الإطالات عندنا أنواع كتيرة شوية من الإطالات في منها باليستيك ستريتشنج في منها باسف ستريتشنج في منها اكتف ستريتشنج في كمان نوعين ديناميك ستريتشنج وفيه ستاتيك ستريتشنج كلها ستريتشات مهمة أقدر أن أنا أعملها في التمرين في الإحماء في الريكوفري حتى أقدر أن أنا أعمل كل الإطالات دي ولكن إحنا عندنا كده تقسيم وعندنا أبحاث حديثة بتقول أن يفضل الديناميك ستريتش يفضل أنه يبقى في بداية التمرين أو بداية الحمل التدريب أما الستاتيك ستريتش يفضل أنه يبقى في نهاية يعني هو أنا مش بعمل لأ دكتور عادي الستريتشيات وخلاص ستاتيك زي ديناميك زي باليستيك لا يفضل الاستفادة الكسوة من الستريتش اللي هو لو ديناميك هنيعمله إيه قبل أو أسنان لو استاتيك هعمله بعد بعد الحمل التدريب كويس جدا دكتور طاهر دايماً اللاعب أو الرياضي في التدريب ما بيكونش عليه ضغط ولود ويقدر يسرع ويقدر يبطأ يحس إنه هو كويس أو لا لكن طبعاً في الممورة ما بيكونش الموضوع متوقع وده طبعاً بيلتزم زي ما حضرتك قلت من شوية خبرة الدكتور المعالج والتعاون كمان دي نقطة كمان يمكن بنفتقدها كبيرة التعاون بين كل التيم الورك أو فريق العمل الموجودين نقطة الأجهزة والكلاسات الحديثة يمكن تكون لها عامل أساسي برضو يعني كبير جداً مع خبرة الدكتور زي ما احنا بنقول دكتور طهر حضرتك أصرت نقطة العامل النفسي وقلتها في عجالة فهل تاريخ الإصابات يعني لو اللاعب ده إصابته بتتكرر كل شوية هل ده ليه عامل برضو في فترة التأهيل وسن اللاعب والعوامل دي بالضبط عندنا حاجات كده دكتور عدل بنعملها في الاعتبار وبناخدها في الاعتبار بنسميها الهيستوري بتاع اللاعب أو الهيستوري بتاع الرياضي يعني مثلاً نفترض أن في لعب يتكرر عنده إصابة معينة والله أنا المفروض برضو أبص على نظام التغذية الخاص باللعب هل هو بياخد أملاح كفاية بياخد فيتامينز كفاية بياخد كربوهيدرية كفاية طب إيه علاقة المينرالز أو الأملاح بالإصابة بالكرامب أثناء اللاعب أو أثناء التدريب أو أثناء التمرين بيفقد بسبب التعرق بسبب الرطوبة وبسبب الحرارة بيفقد أملاح كتيرة فبتدى الدهاله على صورة دايت بشوف بقى سواء الماغنيسيوم والسوديوم والكالسيوم ببتدى الدهاله في صورة مشروبات طاقة خاصة بالرياضيين بتبقى موجودة ببتدى شوف مثلاً نسب العناصر دي أو الأملاح في جسمه ببتدى شوف نظام التغذية الخاص بيه ببتدى شوف اللوت بتاعه في التمرين ببتدى شوف هل هو تكرر معه الإصابة دي طب أنا ما عملناش مثلاً التأهيل الخاص بيه بصورة كاملة وللنهاية طبعاً كلمة التأهيل الخاص أو العلاج الخاص ده بيبقى عن طريق فريق كامل أو جروب كامل أطباء أخصائيين العلاج الطبيعي أخصائيين التأهيل أخصائيين التحميل برضو بيجي دكتور العلاج الطبيعي دوره أنه هو يشتغل مع الإصابة يبتدي يعمله اللوت الخاص بيه يبتدي يجي من بعده أخصائي التأهيل أخصائي الأحمال وهكذا ولكن أهم عندنا حاجة أن نحن نشوف الهيستوري بتاع اللاعب ده التغذية بتاعة اللاعب المرونة برضو العضلية بتاع اللاعب هل هو مثلاً حصلت الإصابة دي كررت؟ طب كررت خلال فترة دي الفترة دي قريبة ولا بعيدة مجهود كبير كده بيقوم بيه دكتور العلاج الطبيعي وبقى ليه شأن يعني بنقول كبير في وسط الملاعب أو المنتخبات محلياً وعالمياً دور الأدابتشن أو التكيف زي دكتور العلاج الطبيعي يقدر يعمل معسكر حتى زي ما احنا بنقول في البلاد الأفريقية مثلاً ممكن ما تكونش الإمكانيات دي متوفرة وفي ظل وجود الأجهزة الحديثة لكن أبسط الإمكانيات ممكن ما تبقاش موجودة في أماكن معينة هل ده بيمس اللود أو حمل عليكم مثلاً في التأهيل أو كده؟ هو كان مفروض أن فيه زمان يعني الموضوع كان أصعب من دلوقتي الريكوفري أو التأهيل كان بياخد مجهود كبير أو جداً يا دكتور عدل عشان يبتدي يشتغل ويعمل الريكوفري الخاص به كده درجة الناس بتبدأ على يدوي كده يجيب التلج ونقعد فيه ويحط رجله فيه أو يحط إيده أو الجزء اللي فيه أصابه ولكن دلوقتي بقى فيه أجهزة حديثة شوية عندنا وفي كل البلد دلوقتي بقوا يتجهوا الأجهزة الحديثة لتعمل استشفاء يبتدى برضو دور العلاج الطبيعي اللي هو كفريق أو كجروب ما بقاش يعتمد في الفريق مثلاً على طبيب واحد أو علاج طبيب واحد أو أخصائي تحميل واحد لا بقى كجروب وكتي مورك ما شاء الله عليك يا دكتور طاهر خبرة كبيرة وأنا يعني النهاردة من أسعد حلقاتي النهاردة أنك موجود معنا وأتمنى كده أنك توصل إن شاء الله لأعلى المستويات والمراتب ونشوفك كده إن شاء الله بتقاهل كريستيان رونالدو قرائب إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق وربنا وفقك وطبعاً المعلومات والإصابات الرياضية علم كبير مجال كبير جداً يعني لا يسعنا إن احنا نذكره في حلقة أو حلقتين نتشرف دايماً بالدكاترة الجميلة اللي زال حضرتك اللي تفيدنا من خبرتها وعزنها وأنا أحب أن نكرر الحلقات دي كتير عشان نفيد المشاهدين في حاجات كتيرة جداً وضحة النهاردة أو حطينا ثبوت كده عليها محتاجين إن احنا نكرر الموضوع ده كذا مرة دكتور طاهر وأنا في النهاية برضو يعني أحب أن أنا أهنيك على البرنامج الجميل بتاعك برنامج متميز في أول مواسم ليه كويس وجميل جداً وامتابعينه وإحنا بيكفين ليك يا أنا دكتور عدل زيما انفعي شكراً يا دكتور طاهر وربنا ينفع ما بين إيديك في نهاية حلقتنا النهاردة أحب أقول لكم دايماً إن الدور العلاج الطبيعي ما بينتهيش بيضيف حياة لأيامنا وحابب إن أنا في نهاية حلقة النهاردة أشكر وهني زميلة عزيزة جداً دكتورة آية عاطف بابريك لها إن هي فتحت مركزها الجديد في التجمع ميديكال سي امي سي في كايرو ميديكال سينتر مركز كبير جداً ومؤهل وهي زميلة عزيزة وعندها خبرة كبيرة جداً بشرة كل أهل التجمع تواصلوا معها وتواصلوا مع المركز ستدونها تستفيدوا كتير جداً مركز مجهز بكل الأجهزة وكل الإمكانيات بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة دكتورة آية ألف مبروك ورب ينفع بيكي وحبيت إن أنا أعملك تهنئة بسيطة كده بمناسبة افتتاح المركز وخليكوا دايماً مشاهدنا متابعيننا في البرنامج وتابعوا معنا على صفحتنا صفحة دكتورة عدل سقر ودومتم سالمين علاجك طبيعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة